أحمل معكم يا حبيبي بقية الدرس أمثلة استخرج النكرات والمعارف من الجمل الآتي أول جملة باب سيارة أبي مفتوح بابه سيارتي أبي مفتوح لو بصينا لكلمة باب مفيهاش ألف ولم يمس أيوة بس بعديها مضاف إليه فهي في الحالة دي معرفة بالإضافة يعني إيه معرفة بالإضافة يعني بعديها مضاف إليه خلاها معرفة طيب سيارة ما يرضو بدون ألف ولم أقول لك ما تتصرعش شوف الكلمة اللي بعديها سيارة أبي ولا أخي ولا عمي فجي بعديها مضاف إليه فبسبب المضاف إليه اللي جي بعديها خلاها معرفة يبقى سيارة إيه معرفة معرفة بالإضافة يعني إيه معرفة بالإضافة يعني جي بعديها مضاف إليه نشوف كلمة أبي أبي طبعا دي بدون ما تكلم معرفة عشان الياء ديات ياء المتكلم مضاف إليه بدي معرفة نبص الكلمة مفتوح نلاقيها جاية ناكرة بدون ألف ولام وهي آخر كلمة في الجملة ومش بعدها حاجة يبقى دي طبعا ناكرة ومقدرش أتكلم فيها نشوف جملة تانية غلاف كتاب أخي ملون غلاف كتاب أخي ملون غلاف بدون ألف ولام ها هتبقى إيه ناكرة لا طبعا بس بعديها مضاف إليه اللي هو كلمة كتاب والمضاف إليه خلها إيه معرفة يبقى كلمة غلاف ملها طبعا معرفة عشان معرفة بالإضافة عشان جي بعديها مضاف إليه طيب كلمة كتاب ها ها بديها تشامس ناكرة لا بص للكلمة اللي بعديها كلمة أخي مضاف إليه كتاب أخي والعمي والأبي طبعا فده مضاف إليه فكلمة كتاب طبعا معرفة بالإضافة وكلمة أخي معرفة بياء المتكلم عشان ده مضاف إليه طبعا كلمة ملون اللي جاي لوحديها في الآخر دي بدون ألف ولام لوحديها طبعا بدون ما تكلم نكرة ملون آخر كلمة بدون ألف ولام طب نشوف جملة تانية عشان احنا شطرين هذا الكتاب مفيد هذا الكتاب مفيد طبعا هذا اسم إشارة وإحنا قلنا أسماء الإشارة معرفة الكتاب كلمة معرفة بياء المتكلم كل كلمة فيها ألف ولام طبعا تبقى معرفة كلمة مفيد طبعا دي نكرة عشان جاية في آخر الكلمة مشورها أي حاجة وجاية بدون ألف ولام طبعا يبقى دي كلمة نكرة